اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراء اكد على الادوار الحيوية التي تقوم بها اجهزة الجمارك في رفض اقتصادات العالم وتعزيز التنمية الاقتصادية ونوها سموه بجهد الكوادر الوطنية العاملة في جمارك مملكة البحرين والتي تضع دوما مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيها حين اداء عملها وهو ما عزز وصولها لمستويات متقدمة وفق افضل الممارسات العالمية ورسخ مكانتها على المستوى الدولي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الاغذيبية بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة والفريق اول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية حيث رحب سموه بعضاء اللجنة بمناسبة زيارتهم إلى مملكة البحرين منويا بمخرجات اجتماع اللجنة الذي عقد لأول مرة في المملكة مشيدا بجهود المنظمة برئاسة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة ومتمنيا لها مزيدا من التوفيق من جانبهم أعرب الشيخ أحمد بن حمد الخليفة وعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز العمل الجمركي معربين عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار موسيقى 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 موسيقى